الدكتور رمضان قال لي هذول أولادي ومرتي بعد ما أنا أموت ربنا أفصل فيهم ترك العالم هذه الحياة ما عندوش عقار باسمه أستاذ عمال فيش عنده مسجل لا شقة ولا أرض ولا ولا كذا ولا عنده وكالة ولا عنده الأرقام في الحسابات قلب الدكتور رمضان تعرض إلى جلطتان أو أكثر دماغية فأدخلته في غيبوها كنت أنا أستغرب عندما يعني أرى الدكتور يعني إنسان طبيعي زي وزي أبناء حي الشجعية ممكن يفطر يعني سندوش فلافل وممكن يتغدى برضو فلافل مش فارقة معاه صح ندقى يعني يأكل زتون دكتور حضر الأربع ساعات دفعة واحدة يعني دليل اشتياق واحد ضمآن يعني وبكى بكاء قال هذه أجمل هدية وصلتني في حياتي من بعد ما طلعت أنا من قطاع غزة وغادرت البلد في الستة وتمانين الأستاذ محمد شلح الشقيق الراحل الأمين الدكتور رمضان عبدالله شلح أولا أنتم كعائلة كيف تلقيتم نبأ رحيل الدكتور رمضان؟ هذا هو السؤال الأول وهو السؤال الأهم عندما تلقينا خبر وفاة الدكتور كان بالنسبة لنا وقع الصاعقة على نفوسنا ولا أخفيك وإذا أردت أن أصدقك القول شعرنا وأنا بالذات يعني أخوه الكبير من بعده شعرت أن قلبي قد انخلع نهائيا ولم أعد يعني لي قلب الدكتور رمضان بالنسبة لنا كان هو الأب وخاصة أننا فقدنا الوالد منذ أكثر من 15 عاما وكذلك فقدنا الوالد بعده نقول إن لله وإن إليه راجعون واحتسبناه عند الله إن شاء الله مع الصديقين والنبيين والشهداء منذ أن دخل الدكتور رمضان في هذا المرض العضال وتحديدا الغيبوبة التي مضى عليها أكثر من سنتين ونصف كنا يوميا نحن نشعر بالموت يوميا نشعر بالعذاب وكنا نتعذب أكثر منه لأنه هو في غيبوبة لكن نحن الذين نفتقده لا كلمة ولا صوت ولا حوار ولا صورة ولا أي شيء هذا الزخم وهذا الزحف الكبير الذي لم نكن نتوقعه على الإطلاق يبدو أن ذلك سر في حياة الدكتور رمضان هذا السر ليس في حياة الدكتور رمضان وحده بل هذا السر هو مكمن قوة حركة الجهاد الإسلامي وخاصة الشهيد المؤسس فتح الشقاقي هذه النظرية التي جاء بها الجهاد الإسلامي كانت هي نظرية نوعية بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية مهما بلغت ذروة هذا الخلاف بين الفصائل الفلسطينية بين الفلسطيني والفلسطيني كان فتح الشقاقي ورمضان شلح وزياد نخالة من بعد يقولون لن يرتقي هذا الخلاف لا سمح الله بالتصادم ولن يرتقي لإراقة الدم ولم تضبط حركة الجهاد الإسلامي في أي معركة أو في أي مشكلة أو في أي خلاف سياسي وعلى يديها قطرة دم لواحد من أبناء الشعب الفلسطيني وكان يقول بوضوح الدكتور رمضان يعني إذا كانت حماس تعتقد أنها ممكن أن تقود المشروع الوطني بدون حركة التحرير فهي واهمة وكذلك أن حركة التحرير الوطن الفلسطيني فتح تستطيع أن تقود بدون حماس فهي أيضا واهمة لذلك كان هم الدكتور يريد أن يقوم بتحشيد كل طاقة الشعب الفلسطيني يهمه لا يريد أن يفرط حتى يعني بعيدا عن فتح وحماس حتى اليسار الفلسطيني الشيوعي الماركسي الذي نحن نختلف معه في العقيدة ولكنه فلسطيني المسيحيين تصور يعني جميع الطوائف المسيحية أيضا أجمعت على خط ومنهج الدكتور الفتحي والدكتور رمضان لأنهم وجدوا بالصدق أن هؤلاء لا يريدوا أن يفرطوا في فلسطيني واحد ونحن نقول مرارا وتكرارا نحن لا نفرط في حزاء في حزاء طفل فلسطيني لا نريد أن نخسره بل نريد أن نستفيد منه حتى نقذف هذا العدو المجرم بهذا الحزاء هذا المارد الكبير هذه القامة أين تربت أي من العلوم تلقت في بداياتها كيف عاش من أبوه من أمه من إخوته كيف نشأ هذه النشأة تمام تمام هذه الأسئلة اللي بدي أسألها هذه الأسئلة أنا بعرف لأنه بالنسبة لنا كشعب فلسطيني هو قامة وطنية كبيرة قائد كبير أنا أستطيع أن أطمئنك وطمئن شعبي الفلسطيني الذين اعتزوا بالدكتور رمضان أننا والحمد لله يعني عشنا في أسرة فقيرة أخي عماد متواضعة في حي الشجاعية في حي الشجاعية من الناحية أقصد فقيرة من الناحية الاقتصادية كان والدي عاملا بسيطا متواضعا يكسب قوت يومه اليومي ويصرف علينا هذه يعني بضع النقود التي كان يحصل عليناها من خلال عمله والدي لم يكمل دراسته لا الابتدائية ولا الجامعية ولا دراسات عليا والدي فقط درس في الكتتيب ولكننا كنا نرى في والدي هذا عالما كبيرا لأنه حفظ القرآن من خلال هذه الكتتيب الوالدة لم تقرأ لا كتتيب ولا أي مدرسة وكانت في تلك الظروف أنت تعرف موضوع المدارس وغير ذلك لكن أنا أقول لك وبجرأة أنا أعتز وما زلت أعتز بهذا الوالد المرحوم الرجل كان عصاميا ربانا على المبادئ ربانا على الأخلاق ربانا على الوطنية هذه الأم كتبوا عنها بعض الكتاب وعن النساء الخالدات في فلسطين كانت ثورية بامتياز كانت منذ الانتفاضة الأولى وأنا أقول لك كان الدكتور يتابع معها حتى يسألها بعض الأسئلة ويرسل إلينا يلتقطوا صور للوالدة وهي في إحدى المظاهرات هنا أو تأبينات وكانت تقوم بتصريحات وتهديدات لجيش الدفاع كانت تهجم على الجيش في بعض الحواري وأزقة الشجاعية تدافع عن ما يقوم به الاحتلال من اعتقال وكلما تعتقل اليهود الإسرائيلي يعتقل واحد تقول له هذا ابني فمرة الزابط قال له أنت شكلك يعني الحارة كلها ولادك معيك يعني حتى من الصدف الدكتور كان في الانتفاضة كتير يتابع الحي والشهداء والأسرى والجرحى فمرة طلب يعني قال بدي حد يتتبع الحجة ويجيب لي صورة وأنا بدي أعطيه جائزة بالمواجهة مع الاحتلال فقعدنا احنا نتحايل على الصحفيين صوروا الحجة وكذا فهو في الآخر التقط لها صورة وهي يعني راف عيدة على الجندي هيك وراح هو كبر الصورة وحط في مكتبه لحتى يعني بقيت حياته ظلت هذه الصورة خالدة في ذهنه ويتباهى أخذ الصورة وورها للأصدقاء حلفاء المقاومة الإيرانيين وحزب الله وكذا وكانوا يستغربوا وشاءت الظروف أن الحجة يعني سمح لها فيما بعد أنها سافرت وتعرفوا عليها كثير من أصدقاء الدكتور رمضان ويعجب بشخصيته كانت واثقة يعني أقول لك الدكتور كان في التعليم دائما الأول الدكتور خطط من يوم ويجيد الخط وحتى يجيد الشعر والرسم والشعر والأدب والفن وكتابة القصص ويدخل فيه مصابقات ويفونسية حتى مستوى الرياضة كان سباحا ماهرا كان يجيد أيضا في فريق كان يعني لعبا في فريق نادي غزة الرياضي في كرة السلة بما أنه كان طويل ومميز وكتب مرة من المرات نشيد لنادي غزة الرياضي وفاز بالمصابق لم يدخل أي مجال الدكتور رمضان إلا كان فيه متميزا حتى نحن كنا أخي عماد نوازح الحجة يعني أمي الله يرحمها ونقول لها يعني في الشي لا رمضان في الشي لا رمضان أنت دائما يعني بتميز كذا وانت مش شاف أني أنا بشبه رمضان عمر تاني يقول لا أنا بشبهه أكتر فأمي كانت تقول ولا واحد بشبه رمضان ريحه حالك رمضان بشبه حاله بس فإحنا كنا ومازل نعتز بهذا الكلام لأنه كان هو فعلا هو وصف حقيقي إحنا ما بنقدر نتشبه بهذا العبقرية وهذا المارد الكبير لكن هذه الصراحة كمان هذه العفوية هي اللي ربت وسقلت الدكتور رمضان فيه الدكتور رمضان كان عنده اعتزاز غير طبيعي بحي الشجعية مرة صارت مشكلة بين عائلتنا وعائلة أخرى وهو استغرب يعني والعائلة عائلتنا بتجيش بدأت تروح تهجم على عائلة تانية لا داعي للذكر اسمها أخذ إخوة اتنين معا من عائلة الحرزين أنا أذكر الشهيد جابر الله يرحمه أخ تاني من الإخوة لا أذكره وراح على العائلة اللي بدنا نهجم عليها تهجم عليها عائلتنا وقف مع العائلة هديكة وتمطرس هو والإخوة الاثنين ورجع العائلة تبعتنا كلها الدكتور رمضان منه صغره ما بيحب هذه المشاكل كان يتدخل مع العائلات حتى مع المخاتير في الإصلاح الدكتور رمضان لما إجع على غزة وصار في بعض المشاكل هنا وهناك وفي المساجد وحركة الجهاد كل مخاتير غزة وقفت إلى جانب الدكتور رمضان كان محاضرا أو معيدا في مادة الاقتصاد الإسلامي والجامعة الإسلامية انبهرت بإمكانياته يعني توازي الدكاترة بروفوسورات في الجامعة حصل على منحة لإكمال دراسته في جامعة درم ماجستير ماجستير أول شيء ولكن الدكتور البريطاني اللي كان مشرف عليه قال له ممنوع أن تتروح لأنه انت بهالعبقرية هذه قال له طب بس رئيس الجامعة في غزة دكتور كان أحمد صغر ممكن يمنع ويمكن يعكسوا علي مقدرش أرجع ويمنعوني أشتغل تاني في الجامعة قال له أنا بتوسط عند الدكتور أحمد صغر وأنا أبعرف إيش بقوله لأنه قال له أنا كنت مشرف على الدكتور وأنا أعرفه جيدا وهو صديقي تدخل الدكتور المشرف في رسالة الماجستير بعد ذلك وأجبر الدكتور رمضان أن يكمل الدكتورة يعني عمل الماجستير في بريطانيا والدكتورة والدكتورة في بريطانيا كمان والدكتورة في بريطانيا استمر يعني في إكمال الدراسة كمشروع واحد وبعد ذلك ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا أنت تريد خروجه من غزة من بعد الجامعة الإسلامية في 86 قبل الانتفاضة إلى بريطانيا اللي هو درس الماجستير والدكتورة في بريطانيا ثم ذهب إلى أمريكيا في أمريكيا كان في مركز دراسات الشرق الأوسط ومجلة محترمة ما زالت وكان بعض الإخوة القادة المفكرين ولكن كعمل أكاديمي الدكتور مارسو وعمل في جامعة هو سبب ذهب أمريكا العمل في إحدى الجامعات هناك في إحدى الجامعات ولكن كانت اقتضت في نفس الوقت اقتضت الضرورة لمركز دراسات إسلامية ومجلة كعمل وطني أو إسلامي متواضع يعني مزين بالاقتصاد والسياسة والفكر وفي دكاترة آخرين كانوا أنا لا أريد أن أذكر أسمائهم يعني من باب الحرص والأمانة عليهم طيب في ظل هذه المسيرة العلمية أبو عبد الله يعني أين كان نصيب انتماؤه للحركة الجهاد الإسلامي في هذه الفترة في هذه الفترة كانت حركة الجهاد الإسلامي والقائد الأمين العام في سوريا لا يطلبون من الدكتور أشياء كثيرة سوى التنسيق يعني فتح مجالات اتصالات أخرى بمفكرين بأكاديميين هذا كان دوره بعمل دراسات هذا كان دوره وآخرين يعني حتى الدكتور مازن يعني العريان وغادر بعد ذلك أمريكا بعد ذا ما تم اعتقاله ولكن في آخرين في آخرين مازن النجار وسامي العريان مازن النجار وسامي العريان آل نعفوا وأنا كنت أعرفهم وعلى علاقة يعني جيدة بهم وبعد ذلك الدكتور رمضان شعر بالملل من هذا الموضوع الروتيني والوجود في أمريكيا وكان يعتبر أن هذه يعني قد اكتمل دوره والمطلوب منه في مثل هذه الساحة فقرر الدكتور رمضان أن يعود إلى فلسطين نعم قرر الدكتور رمضان أن يعود إلى فلسطين فذهب من أمريكيا إلى سوريا في ذلك الوقت كان الدكتور فتح الشقاقي ينوي برحلة إلى ليبيا حتى يتدخل في مشكلة الذين قام بطردهم العقيدة القذافي من الفلسطينيين ورمى بهم على الحدود وتدخلت بعض الفصائل هنا وهناك والجميع اقترح على الدكتور فتحي أن يقوم بالتوسط وربما يعني يسمع إليه القذافي ويحترمه الدكتور رمضان حذر الدكتور فتح الشقاقي من السفر لأن ليبيا كانت في عليها حصار وحذر وكانت الطريق مخاطرة وفيش طيران وكذا فلكن الدكتور فتحي أبى إلا أن يذهب لحل هذه المشكلة مشكلة العالقين وقال للدكتور رمضان حارس العمر الأجل يعني أنا يعني ما بدي أخاف يعني حتى لو صار إيش مصر يعني نصح الدكتور رمضان بعدم الذهاب إلى هذه المحلة نعم بعدم الذهاب ولكن أصر الدكتور فتحي أن يذهب وذهب الدكتور فتح الشقاقي وذهب إلى ربه من بعدها عندما قام المساد باغتياله في مالطة هذه كانت فاجعة وكانت يعني نقطة تحول كبيرة وخطيرة في حياة الدكتور الذي كان يحزم أمتعته يريد أن يذهب إلى غزة حتى يبني تنظيم ويبدأ النشاط أقوى من ذي قبل ولكن القيادة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي انتخبت الدكتور رمضان أمينا عاما وريثا للدكتور فتح الشقاقي فارتضى الدكتور رمضان ولم يتردد لحظة وحمل الراية لكنك قلت لي قبل الدخول في الحلقة أنه لم يكن لم يخطر بباله هذا الأمر وكان ينوي العودة إلى غزة وأدخل زوجته وأولاده إلى غزة نعم وكان يحلم أنه سيعود إلى غزة هو يعرف أن هذه المعركة في غزة وفي الداخل الفلسطيني أقوى بكثير وهو يعرف قدرته وحجم وحتى كان يمتفق مع الدكتور فتح على هذا الكلام لأن الدكتور فتح كان يعرف وحتى نحن قرأنا وسمعنا أن الدكتور فتح في كتيباته أو في بعض كتبه وجدت بمثابة وصية أن يكون الدكتور رمضان هو يعني لو أصابه أي مكروه على كل حال الدكتور رمضان استلم الراية 23 عاما تقريبا من بعد استشهاد الدكتور فتح الشقاقي وكان طبعا هذه الصورة الجميلة نهايتها بهذا العز الدكتور رمضان في أيام حياته الأخيرة هو الذي فكر وهو الذي وضع الأسس والمفاهيم الإسلامية ووضع وثيقة لحركة الجهاد الإسلامي وكأنه يقرأ أو أنه بدأ يستشعر منذ ذلك المرض الذي ألم به أنه يعني عاجلا أم آجلا سيغيب فوضع هذه الأسس وبدأ يعني ووضع اللائحة الداخلية هو لو تحدثنا يعني أكثر حول مرضه ما طبيعة المرض الذي أصاب الدكتور كان فيه البداية أول ما بدأت معه كان مشكلة في زيادة الكهربة القلب فهو أكثر من مرة تصير عنده مشكلة في الشريين فعمل أكثر من مرة عملية يعني في القلب كانت آخر عملية يعني عملها أنا حضرت ذهبت إليه قبل سنتين ونص يعني أو ما يقارب الثلاث سنوات لزيارته بعد عملية كانت صعبة قلب مفتوح وزرته وكان بخير وتعافى وبعدها تزوجت ابنته ويعني حضر العرس وكان يعني نشيطا وقويا ويعني مرتاحا في عرس ابنته ولكن بعد شهرين تقريبا يعني دهمته وعكة صحية أيضا على القلب فدخل على إثرها في المستشفى والعناية المركزة مما اضطر للدكاترة أن يقوموا بعملية قلب مفتوح في هذه العملية الدكتور رمضان يعني من يومها العملية ناجحت يعني بالنسبة للشريين وكذا ولكن في نهاية العملية قاموا بضخ يعني القلب وبضربات على القلب فاستيقظ وعمل القلب يعني ولم يتوقف لكن في هذه اللحظات التي وقف خلالها قلب الدكتور رمضان تعرض إلى جلطتان أو أكثر دماغية فأدخلته في غيبوبة ومن يومها وهو في غيبوبة دخل في غيبوبة له سنتين ونصف كمانا نعم وانا بالحقيقة انا اسجل هنا يعني نقطة مهمة جدا وانا ذكرتها وسأذكرها يعني شكر كبير جدا 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 للإخوة في حزب الله يعني الذين قاموا منذ تلك اللحظة وقبل ذلك على علاج الدكتور ورعايته وحمايته كلف ذلك الكثير الكثير وأشكر أيضا الأخ القائد البطل العظيم أبو طارق النخال الذي لم يترك الدكتور للحظة واحدة واستعدة يعني بكل ما يملك من إمكانيات حتى يعني يعيد ووقفت إلى جانبنا كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران اللي تقدم المساعدات وجئ بأطباء من روسيا وأطباء من هنا وهناك متخصصين في هذا العلم ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي حكمت وهي التي شاءت أن يبقى هو في هذه الغيبوبة حتى فارق الحياة قبل يومين الدكتور رمضان كان قنوعا يعني عندما في أسرة متواضعة متوسطة الدخل أو محدودة الدخل كان يرضى بأي شيء يعني كنت أنا أستغرب عندما يعني أرى الدكتور يعني إنسان طبيعي زيه زي أبناء حي الشجاعية ممكن يفطر يعني سندوش فلافل وممكن يتغدى برضو فلافل مش فارقة معاه صحن دقة يعني ياكل زتون يتعشى ندف الجبنة أو حتى ما فيش ممكن يعيد مرة تانية ياكل دقة ياكل بندورة ياكل أي بسيط خفيف ما يقعدش يتطلب ما يقعدش يعني يعترض يحتاج ليش ما عملتوش ليش ما سوتوش كذا في موضوع الملابس موضوع المصاريف الدكتور عمري ما كنت أسمعه بيكاتل أو بيطالب أو يعني بيعنف حدا من بل بالعكس كان حنون يعني إذا كان معايشي هو اللي يسأل وهو اللي بادر يعني عشان يعطينا أنا أذكر أنا كنت في فترة ما هو راح إلى بريطانيا كانت الجامعة الإسلامية تعطيه ما يقارب يعني سبعين في المية من راتبه وأنا كنت في مصر وأنا كنت في مصر في تلك الفترة فهو بعت لي توكيل في البنك أني أنا أقبض راتبه من الجامعة الإسلامية عشان يصرف عليها وأنا في جمهورية مصر العربية دكتور رمضان كان عاطفي إنساني حتى يعني في العمل الاجتماعي في الحي كان يحب الرحلات يحب المشاركة يحب التبرعات للفقراء يقف إلى جانبهم يعني في السر دائما كان يواسي بطريقة بطريقة يعني فعلا طريقة إسلامية تربى في أحضان التربية والفقه الإسلامي الدكتور رمضان قرأ من الكتب يعني لا أستطيع أن أصف لك يعني في السنوية العامة الدكتور كان يدخل فينا في تمشيطة الشعر حتى في الإعلام أنا أذكر الإخوة في المكتب الإعلامي عندنا كان الدكتور رمضان إذا حدا طلع على الهوى مش يمزرر الزر الفقاني الدكتور يتصل خصوصي من الشام يقول فلان كان طالع وناس يزرر الزر شوف كان يتدخل في تفاصيل الحياة وكان هو صادق بالمناسبة يعني كان يقول أنتم بدكوا دورات يعني في البرستيج وكيف التعامل مع كذا كذا طب أنت وين تعلمت هو تعلم في البيت في الشجعية وفي الحي عند أمه وأبوه يعني ما تعلمش في هذا الكلام ابن البيئة البسيطة ابن البيئة البسيطة فإحنا كنا نتقبل يعني عارف الدكتور رمضان ترك في حاجة مهمة أنا أقول لك إياها ارتباطه بالحي بالمنطقة مرة طلب من أخوي عمر كله أنا يعني من كتر ما أنا متمسك بالشجعية وأهل الشجعية بدي أشوف قرائبي يعني طفح الكيل معاه طول ما رجعش أنا خايف ما رجعش على البلد طلب من عمر أخوي يصور له الحي كله حتى غزة صور له الدكتور عمر شريط فيديو أربع ساعات لمدة أربع ساعات بدأ من البيت من عندنا الإخوة الأخوات هادي مين ولدت كذا جابت اسمه فلان علان شجرة العائلة كلها على دار عمامي فلان وفلان وفلان ينزل على بيوتهم هذا عالته فقيرة هذا تعلم هذا مريض هذا كذا جاب له عمر تقول دراسة يعني بدها دكتوراه أولا مجلسير غزة اطلعنا من الحية الشجاعية هذا الممر هذه طريقة هذا شرع جديد هذا مسجد جديد من قطاع غزة وغدرت البلد في الستة وتمانين وأنا أقول لك هذه المعلومة على الهوى أيام مشكلة دار حلس يعني ما يسمى بالحسم أو الانقلاب دكتور رمضان كان 24 ساعة اتصالات ومتواصلة مع قيادات حماس وفتح والإخوان المسلمين وا 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 يستطيع أن يوقف هذا المعركة وهذا وفي النهاية يقول لي أنا ما قدرتش وفشلت وبكى بكاء يعني يبلغ يعني يعني كلامنا ورسالتنا لأخواننا في دار حلس واحد يعني وين وصلت شوف قديش كان حريص شوف أمين عام بيطرق هذا الموضوع وبيجي بتفرغ لقصة زي هذه الدكتور كان بيتألم لما بيسمع يعني خبر مشكلة بل بالعكس احنا كنا نتدخل في مشاكل مرات كانت بتلزم يعني فلوس ندفع لهذا الطرف أو ذاك في موضوع الديات هذا الموضوع ما تتردده من أجل حل المشكلة بين العائلة هذه والعائلة التانية وتحديدا مش بس الشجاعية عفوا والله حتى في رفح احنا تدخل في رفح بالجنوب والدكتور رمضان كان يستجيب لنا في كل كبيرة وصغيرة من هذه المواضيع في موقف صار في هذا اللقاء مهم جدا تقول له طيب احنا دكتور اه بدي أنا أسألك انت يعني مريض وكذا انت كيف وضعها كيف وضع أولادك كيف مستقبلهم بتفكرش بما انك انت يعني بتشكرني على موضوع التربية ونجحت وكذا فقال لي ايش بتقصد قلتولي يعني انت بدك تضمن مستقبل أولادك كبروا بدهم يتجوزوا بدهم كذا بدهم كذا قال لي ايش بتقصد قلتولي يعني تشتيلك قطعة أرض للولاد تشتيلهم شجاع تزبط حالك رفض رفضا باتا وقاطعا ان يتكلم قال لي هذول أولادي ومرتي بعد ما انا اموت ربنا افصل فيهم دكتور رمضان ترك العالم هذه الحياة ما عندوش عقار باسمه استاذ عماد فيش عندهم مسجل لا شقة ولا ارض ولا ولا كذا ولا عنده وكالة ولا عنده ارقام في الحسابات حتى دكتور رمضان هل تعلم في موضوع المال في حركة الجهاد الاسلامي كان كل هذا الموضوع يعني في ايد وتحت قيادة اخونا الاخ ابو طارق شوف الثقة العمياء وزهدا من الدكتور رمضان في حيث ان الدكتور رمضان اي حد كان يتصل فيه ويطلب مساعدته لا يتأخر اذاة صوت القدس صوت حر لشعب حر